هذا وبحث سمو الشيخ عبدالله بزايدان الهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تطورات الأوضاع بين غزة وإسرائيل وجهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين ونقش سموه وبوريل تداعية الأزمة الراهنة لسيما على الصعيد الإنساني وبحث سبل دعم مسار التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الهيان خلال الاتصال الهاتفي أن التطرف والكراهية وتصعد العنف يهدد مستقبل استقرار المنطقة وأمال وتطلعات شعوبها في التنمية والأمن المستدام مشيرا إلى أهمية الدفع بمواقف دولية موحدة إزاء الوضع الراهن والتركيز على خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين